إذا للحديث أكثر ينضم معنى المستقل السياسي المستقل للدكتور هاني عاشر أهلا بك دكتور مشادات كلامية وحتى بالأيدي في جلسة البرلمان اليوم المتعلقة بمناقشة قانونية الانتخابات المحلية والنيابية برأيك إلى أين سيصل الحال بقانون الانتخابات ككل؟ وهل هذا لربما سيثير حفيظة الكتل المستقلة؟ أنا أقصد هنا التيار الصدري على اعتبار أن الكتل المستقلة هي معترضة بالأساس شكرا لكم بداية هذا القانون أقحم إقحام في جلسة اليوم حتى أن اللجنة القانونية في البرلمان لم تكن قد اطلعت عليه وإيدت أن يتم إظهاره في هذه الجلسة ثانيا كان خطأ كبير اليوم كانت جلسة حقيقة جلسة يجب أن تكون تشاورية أكثر منها قراءة لقانون مهم في حياة الشعب العراقي كما معلوم هناك مؤتمر للبرلمانات العربية في بغداد وكان هناك غياب كبير لكثير من النواب عن هذه الجلسة لذلك يبدو أنه أقحم لتتم قراءته ومن ثم يتم تمريره وهو التعديل الثالث على قانون الانتخابات الحديث بدأ في قانون الانتخابات عندما أكد السيد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني في برنامجه الحكومي أن الانتخابات ستجري خلال عام أي خلال عام 2023 مما عرقل كثير من المسائل لأن كان يجب أن يكون هناك تغيير لمفوضية الانتخابات حسب مطالب كثيرة يضاف إلى ذلك رصد أموال في الموازنة العراقية من أجل ضمان أن تجري الانتخابات وهذا لم يتحقق للأسف حتى الآن فيما هناك تعداد عام للسكان سيجري في أواخر عام 2023 حسب ما قالت الحكومة وهذا ما يعني أن الانتخابات يجب أن تجري بعد التعداد لضمان أصوات الناخبين المشكلة الأكبر هو دمج قانون انتخابات مجالس المحافظات مع انتخابات مجلس النواب هناك تفسيرات على أن ذلك من أجل أن لا يتم إنفاق مبالغ كبيرة على انتخابات تكون لمرتين ولكن يبدو أن القانون يحفز الكتل السياسية الكبيرة للاستحواذ على أصوات الشعب العراقي بعد أن فشلت في الاستحواذ خلال الانتخابات الماضية أعتقد هذا القانون حتى هذه اللحظة يجب أن يكون خاضع للحوار قبل أن يقدم إلى جلسات البرلمان أي أن تكون هناك حوارات بين الكتل السياسية والخبراء والمثقفين العراقيين ليؤكدوا صلاحية هذا القانون أولا ومن ثم مناقشته برلمانيا دكتور هاني يعني من المرة التي كشفت عنها اللجنة القانونية بأنها المقترح ربما سيكون بمعزل عن قانون الانتخابات التشريعية إن كان ذلك واقعا هل تعتقد أن هذه خطوة إلى الوراء أم أنه قد يفصل عن الانتخابات التشريعية ويبقى متصل بسانتليغو أنا أعتقد أن هذا عودة إلى ما قبل التعديلات التي جرت بعد مظاهرات تشرين حقيقة كانت مظاهرات تشرين تطالب بقانون انتخابات عادل وجرت انتخابات وحققت نتائج فيها بعض الكتل السياسية رغم انسحاب التيار الصدري من البرلمان والحكومة الحالية هي نتاج الانتخابات الماضية التي جرت بقانون وفق إرادة شعبية للأسف سانتليغو جربه العراقيون في عدة انتخابات في أكثر من انتخابات جرت في العراق وأكد فشله الكبير وأكد أنه قانون أحزاب قبل أن يكون قانون شعب الشعب العراقي حقيقة لم يستطع أن يعبر فيه المستقلون في الانتخابات الثلاث الأولى لم يستطع أن يعبر فيه المستقلون عن آرائهم حقيقة لذلك كانت هناك مقاطعة كبيرة أعتقد إذا ما تم الإصرار على سانتليغو ستكون هناك مقاطعة أكبر لقانون الانتخابات يضاف إلى ذلك الدمج بين مجالس المحافظات وانتخابات مجالس النواب حسب ما جاء في السطرة الأول في هذا القانون الذي سمي بقانون انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب إذا ما تم الدمج هذا معنى أن الأحزاب تريد أن تسيطر من الناحية إلى القضاء إلى المحافظة إلى الدولة العراقية وهذا حقيقة لا يرغب به الشعب العراقي لأنه يفقد العراقيين التعبير عن أنفسهم يضاف إلى كل ذلك حتى بالنسبة للعمر المحدد لمن يكون عضو في مجلس النواب وإشكالات كثيرة أخرى مثل انتخابات الخارج والتي حقيقة فشلت وكانت لصالح أحزاب معينة وكانت تزوير واضح للأصوات عندما تجري الانتخابات في الخارج لأن هناك دول لا يوجد فيها عراقيون كثيرون وهناك دول فيها أعداد كبيرة يمكن أن يستفاد من أصواتهم لصالح هذا الحزب أو ذاك حقيقة يعني مثلا الإنطار التنسيقي يبني على دول معينة كان سابقا الحزب الإسلامي يبني على دول معينة فيها أنصارة هذا ما يؤكد أن انتخابات الخارج هذه المرة عقدة يضاف إلى ذلك ولكن يا سيد الكريم مع كل مشكلة سياسية لابد لكم أن تزجوا الشارع العراقي والشعب العراقي فيها ما دخل المواطن العراقي بالدائرة الواحدة والدوائر المتعددة أنا مواطنة عراقية وجزء من هذا الشعب أنا أريد فقط انتخابات حرة ونزية هل هناك لربما محاولات سياسية لتأجيج الشارع الآن؟ بكل تأكيد هناك أحزاب تسعى للسيطرة على الشارع العراقي كما كانت سابقا هناك أحزاب تسعى أن لا يمر أي مستقل أو حزب صغير أو كتلة صغيرة تريد أن تعبر عن نخبة اجتماعية معينة وإنما تبقى هذه الأحزاب متحكمة كما كان قبل ذلك يضاف إلى ذلك أن قانون الانتخابات عندما يسن بأغلبية برلمانية واضحة وحقيقة أن الآن الإطار التنسيقي هو المسيطر على البرلمان بعد انسحاب التيار الصدري إذن الإطار يبحث عن مصلحته في القانون الذي سيقرره البرلمان العراقي وهذا ما يعني أنه سيقرر قانون يخدمه ويخدم انتماءاته وهذا ما سيمنع كثير من العراقيين أن يذهبوا ويصوتوا في صناديق الاختراع وهنا سيكون مقتل للديمقراطية في العراق لذلك يجب أن يخضع لحوارات ليس في داخل البرلمان فحسب وإنما في النخب الاجتماعية الاتحادات والنقابات منظمات المجتمع المدني ومن ثم تتحصل الآراء ليتم إعادة صياغة هذا القانون ومن ثم مناقشته في البرلمان ولا يبقى في إطار أحزاب معينة داخل البرلمان هي التي ستقرر مستقبل الديمقراطية ومصير الشعب العراقي مستقبلا نعم نود أن نشكرك على انضمامك معنا السياسي المستقل الدكتور هاني عاشون شكرا لجنبكم الكريم